بعض خمسة أيام من اجتياز امتحان شهدت الباكالوريا استحصن معظم الممتحنين الأجواء التنظيمية حتى طبيعة الموضع والأسئلة كانت في المتناول حسب تصريحات الممتحنين كانت في المتناول الجميع وكانت سهلة قليلاً ما كانش كما العام الماضي إن شاء الله نجيبه إن شاء الله نفرحه وقعه معلول جاني ذاك الخوف ماذا كي جي وسط اليامة لوال أتغل راحل ذاك سترسلي كان عندي معلول كانت الأجواء أتغل عادية كنا ملو وكنت خوفي منه بزاف أنا قلت الباكالوريا يتاهي الجواء أنا من تأكيد جوزنا يملي وطلع لي المورال بسوك يخدمش فيه في هذه المواد طلع لي المورال وإن شاء الله نجيبه الباكالوريا وأبدأ فاعلون في القطاع التربوي استحسانهم لمجريات سير امتحانات الباكالوريا مؤكدين أنها جرت في ظروف تنظيمية محكمة ومريحة للطالب بل أقول رحلة الباكالوريا رحلة لخمسة أيام اليوم نسدل سيطار على هذه الأيام والحمد لله أنها مرت بشكل هادي وتميزته الهدوء الميزة الثانية أنه في معظم المواضيع جاءت في متناول التلميذ المتوسط وأبناءنا كلهم تفاؤل في هذا الأمر من جد واجتهد أكيد إن شاء الله سيكون من الناجحين الظروف كانت عادية نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الامتحان من قطاع التربي على رسم الأساتذة والمؤطرين والحراس وقطاعات الأخرى أيضا المشاركة مع قطاع التربية لأن التنظيم الباكالوري في الجزائر يختلف كثيرا عن بقية الدول في العالم دورة جوان لشهدة الباكالوريا 2024 شهد ظروفا تنظيمية ممتازة بعيدة كل البعض عن أجواء الغيش إلا حالات تعد على الأصابع انتظار بس تسفر عنه عملية التصحيح وظهور نتائج